تصرى الثورة الحقيقية، الثورة التاريخية اللي هي كانت تكون أساس نهضة جديدة في الوطن العربي وبعث جديد للأمة العربية لعله أبرز رجالات السياسة والحكم في الجزائر في النصف الثاني من القرن العشرين محمد بو خروبة الملقب بهوار بومدينة رجل ثورة انطلقت مسيرته النضالية عام 1954 وأيين قائداً للناحية العسكرية الخامسة بعد ثلاث سنوات قضاها مدرباً ومنشئاً للخلايا العسكرية وصولاً إلى قيادة أركان الجيش بعد الاستقلال ليتربع بعدها على سدة الحكم رئيساً للبلاد مميز فترة حكم بومدينة ليست سنواتها الثلاث عشرة وكونها ثاني أطول فترة حكم لرئيس جزائرية ولكن قراراته التي وصفت بالثورية أولها وأبرزها تأميم المحروقات ومصادر النفط قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحرات بومدينة الثورية الذي اعتمد مبدأ التعليم والثروة للجميع جعل نهضة الجزائر قوة سياسية وعسكرية وثقافية نصب عينيها بإطلاق ثورات الثلاثة الزراعية والصناعية والثقافية مكرسا لفترة مجيدة من تاريخ الجزائر الفتية إن المحنة التي تمر بها الأمة العربية اليوم تحتم عليها أن تقف كراجل واحد إيمان الزعيم بمبادئ النضال والحرية والعدل جعل القضية الفلسطينية محور سياسته الخارجية فالجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة شعار تاريخي أبدية أطلقه الراحل وبقي راسخا إلى اليوم ذلك لا لتحرير القدس وفلسطين فحسب ولا من أجل العقبة فقط بل وأيضا للقضاء الأمبريالية والصهيونية وجميع أنواع العنصرية الأخرى لم يكن وفاء الزعيم الراحل لقوميته العربية لفلسطين وحدها بل تجسد ذلك خلال مسندته لمصر في حرب أكتوبر ليشمل كل قضايا التحرر والإنعتاق من الاستعمار والتباعيات عبر العالم أجمع الثامن والعشرون أكتوبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين كانت آخر صفحة تطوى لثاني رئيس جزائر الاستقلال غادر هواري بومدين لكنه ترك مسيرة وإرثا ومنشآت قاعدية ومشاريع اقتصادية وإسما بارزا لم ينسه الجزائريون رغم مضي أزيد من أربعة عقود ترجمة نانسي قنقر